معادة الانفجارات والحرائق الغامضة إلى الداخل الإيراني من جديد منذ السبوع الماضي وحتى يوم أمس وهذه المرة هذه الضربات مؤثرة ومؤثرة للغاية دعونا الآن نأتي إلى تفاصيل هذه الحرائق والانفجارات الآن هي كلها طبعاً اللي صارت منذ الأربعاء الماضي حتى يوم أمس بدأت في طهران في إحدى الضواحي الموجودة في العاصمة الإيرانية طهران وكذلك في الأحواز وكذلك في بندر عباس ميناء بندر عباس المهم في الداخل الإيراني ودعونا الآن نأخذ الحرائق واحدة واحدة بدءاً من طهران إلى الأحواز ثم إلى بندر عباس التي تم طبعاً يوم أمس فخلونا نشوف الآن هذه الحرائق بهذا الشكل التي بدأت طبعاً في طهران في الساعة الرابعة فجراً الأربعاء الماضي بهذا الشكل طالت هذه الحرائق عدد ومجموعة من المصانع التي ترونها هنا حريق هائل جداً حتى الأنباء تتحدث عن نسف إحدى المصانع الموجودة فيها لكن تكتم كبير جداً من النظام الإيراني وهذا طبعاً الانفجار الذي يجي أيضاً أثناء النهار في إحدى أنابيب الغاز اللي موجودة طبعاً في الأحواز بالإضافة إلى ذلك إلى ما جرى يوم أمس هذا هو ما جرى يوم أمس في إحدى محطات الكهرباء أيضاً أو عدد من محطات الكهرباء اللي موجودة في ميناء بندر عباس احترقت بهذا الشكل طبعاً ووصلت إلى نتيجة بأن انقطع التيار الكهربائي في بندر عباس في العديد من الضواحي اللي موجودة هناك طبعاً وبالتالي هذا الأمر طبعاً أصبح مؤثراً للغاية في ظل الظروف اللي تعيشها إيران الاقتصادية طبعاً الصعبة وعودة الضربات الغامضة هذه والانفجارات هي لا تأتي من فراغ أبداً ولكن المثير أنه هذه كلها الحرائق وخاصة اللي صارت في طهران وفي الأحواز في نفس اليوم الإسرائيليين وتحديداً رئيس أركان هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أعلن بشكل رسمي البدء بعمليات التدريبات الجوية من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية ولماذا هذا يعتبر يعني إعلاناً مثيراً بالنسبة للإسرائيل الإسرائيليين دائماً يهددون إيران بشتى الوسائل هذا الأمر طبعاً يعتبر مثيراً ومهماً ومختلفاً لأن هذا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإعلان هذا للطائرات وسلاح الجو الإسرائيلي من أجل يبدأ بهذا النوع من التدريبات هو أمر أصلا صار مقطوع سنتين سنتين وهم قاطعين وموقفين كل عمليات التدريب على هذه القضايا المتعلقة بضربات جوية من موجهة إلى المنشآت النووية الإيرانية والمثير أيضا بأن هذا الإعلان اللي صار هو يأتي متزامنا في أقل من عشرة أيام أعلنوا الإسرائيليين عن عملية تخصيص مليار ونص دولار طبعا مليار ونص دولار كما ترون الآن هي موجهة مباشرة كميزانية ضد المفاعلات والمشآت النووية الإيرانية بالإضافة إلى ذلك هناك 620 مليون دولار أقرت طبعا قبل ذلك هي المفروض تروح إلى الميزانية 2022 بالنسبة لجيش الإسرائيلي مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ولكن الآن ضموها مع الواحد فاصلة 5 مليار وبالتالي هذه الميزانيات كلها موجهة طبعا ضد المشآت النووية الإيرانية فلذلك هناك الكثير من العوامل التي تمتلكها إسرائيل الآن وكل المؤشرات تمتلكها من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية والمشكلة وما يزيد الطين بلة هي أن نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الروسي التقوا مؤخرا الجمعة الماضية كان المفروض اللقاء يطول لمدة ساعتين ولكنه طال لمدة خمسة ساعات تحدثوا عن الكثير من التفاصيل المهمة جدا واحدة من التفاصيل هي قضية طبعا الاتفاقية النووية والوضع النووي والتطور إيران وتوجهها إلى القنبلة النووية ولكن الأمر الأهم والأكثر إثارة هو اتفاقهم على قضية الميليشيات الموالية لإيران والفصائل المسلحة اللي هي موجودة في الداخل السوري واتفقوا على قضية التنسيق وأن يستمر التنسيق على أعلى مستوى بل أعطاء الحرية كاملة لإسرائيل في مناطق الاشتباك في الضربات ضد هذه الميليشيات وبالتالي طبعا التعاون الإسرائيلي هو يأتي بسبب جذور بين الطرفين يعني علينا أن ننتبه بأن هناك مليون شخص عايشين من المواطنين للإسرائيليين في إسرائيل هم يتكلمون اللغة الروسية وهناك تاريخ بين طبعا الطرفين بكل تأكيد ولذلك بقضية سوريا وبقضية الضربات اللي صارت في سوريا مؤخرا من الإسرائيلي وقضية الاتفاق اللي اتفقوا جروزون بوست أعلنت تفاصيل أو تفصيل مهما متعلقا في القضية السورية شوف شون اللي قالتها أجرى بوتين مع بنت محادثة واسعة للغاية حول الوضع في سوريا مع الحفاظ على نظام التنسيق ما هو نظام التنسيق؟ حيث اتفق الطرفان على مواصلة آلية تفادي التضارب بين قواتهما الجوية عندما يتعلق الأمر بالضربات الإسرائيلية في سوريا ولكن في الجهة الأخرى فإن إيران والفصائل المسلحة الآن تمتلك الكثير من القوة خاصة بعد ما جرى وكل ما جرى في الضربة اللي صارت ضد هذه القاعدة اللي هي قاعدة التنفي الموجودة على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا هذه طبعا الضربات اللي صارت لم تكن قليلة أبدا والإسرائيليين يعتقدون لما شافوا هذه الضربة ودقة هذه الضربات اللي صارت هنا قالوا بكل تأكيد بأنه إحنا تحت الخطر وهناك أسباب لهذا الموضوع فدعونا الآن يعني مثلا نلقي نظرة على طبيعة ضربتين من هذه الضربات واحدة من الضربات جاءت في منتصف هذه القاعدة من قبل الفصائل المسلحة والضربة الثانية جاءت في هذه النقطة تقريبا دعونا نبدأ من هذه النقطة اللي هي طبعا تأتي من المفترض من هذه أجهة هي قاعدة تيفور الجوية اللي على أساس بحسب التقارير الإخبارية والتسريبات بأن طائرتي مسيرة جاءت من هذه النقطة ومن هذه أجهة هي الأقرب طبعا الحدود العراقية السورية واللي هي طبعا يعني كما قيل في الأنباء بأن ثلاثة طائرات مسيرة جاءت عدن نيران الغير مباشرة التي جاءت وضربت طبعا هذه القاعدة دعونا نبدأ من هذه النقطة ثم ننتقل إلى النقطة اللي هي القريبة من الحدود العراقية والنقطة الأولى التي نراها طبعا ودعونا أن نركز عليها هي تأتي إلى هذا الهنقر اللي تشوفوه الآن هذا الهنقر هو الذي استهدف من قبل الفصائل المسلحة وهذا كما ترون هو البرج اللي هو طبعا بصافرات الإنذار اللي موجودة واللي اطلقت طبعا صافرات الإنذار أثناء عملية الهجوم اللي صارت القاعدة كانت خالية القوات الأمريكية كانت خارج هذه القاعدة ولكن دعونا نركز على هذا الهنقر وناخذه من صورة أخرى من زاوية أخرى هذا هو البرج هذا هو الهنقر ودعونا طبعا نلقي هذه النظرة بالتأكيد نلاحظ دمار كامل ضربة مباشرة صارت على هذه النقطة ودمرت بالكامل بالإضافة إلى ذلك دعونا ننتقل الآن إلى النقطة الأخرى اللي هي قريبة على الحدود العراقية وسنلاحظ بأن النقطة التي يجب أن نركز عليها هنا هي هذه النقطة الفاصلة اللي هي صايرة مثل الخيمة الرابطة بين هذه البناتين طبعا هي التي توضح طبيعة الضرر من الصور التي نشرتها طبعا أو نشرها التحالف الدولي ودعونا الآن نلقي نظرة على طبيعة الصورة هذه وسنلاحظ فعلا بأن الضربة كانت مؤثرة ومضربت بالبناء الخلفية وتأثرت كل هذا الممر طبعا بالتأكيد بين البناتين فالضربات لا يمكن الاستهان بها وعلى هذا الأساس الإسرائيليين يشوفون بأنه فعلا هناك خطر يواجههم ليش يواجههم هذا الخطر لأن هذه قاعدة التنف الآن اللي انضربت بالمثلث الحدودي اللي هي موجودة به هي أساس عملها أن لا تسمح للفصائل المسلحة والفصائل الموالية لإيران أن تجد طريقا ونفوذا مباشرا لأن هذا كل يذهب مباشرة إلى إسرائيل الآن القضية هذه تلعب عكس أن هذه القاعدة الآن ضربت بشكل مباشر وتأثرت بضربات مؤثرة هذه ضربتين اللي بدينا نحن نحن نتحدث لا زالت هناك عدد من الطائرات المسيرة اللي ما توضحت من الصور هذه الصورتين هي اللي توضحت من طبيعة الضربات التي جرت طبعا في هذه المنطقة وبالتالي طبعا بالتأكيد هذه ضربات كانت مؤثرة ومؤثرة للغاية ولكن الواشنطن بوست وجدت بأن القضية صارت من قبل الفصائل المسلحة العراقية بالتحديد وأن الهجوم العراقين هم المسؤولين عنه شوف شون اللي قالت الواشنطن بوست من شبه المؤكد أن منفذ الهجوم هي أحدى الميليشيات العراقية التي تستهدف منذ سنوات القواعد الأمريكية بقذائف الهاون والصواريخ استبعدت تماما كل الفصائل الموجودة المسلحة السورية ذكرت من جنسيات سورية أو من حزب الله اللبناني أو غيرها اتهموا العراقيين والفصائل المسلحة الموالية لإيران من العراقيين هم اللي سووا هذا الهجوم قد يكونوا في الداخل الإيراني وقد يكونوا من الأراضي العراقية ولكن هذا موضوع بالتأكيد هو صراع يعني دخل فيه العراق وننتظر ونرى ما الذي سيحدث في طبيعة التطورات هذا الأمر الخطير والخطير للغاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر